أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان اليوم سأتكلم عن برهان ودليل مهم جدا من كلمة الله هو دليل النبوات ولسيما عن قيامة ربنا يسوع المسيح الكتاب المقدس هو كتاب نبوات وعلى فكرة لا يوجد أي كتاب آخر في نبوات إذا في أي كتاب آخر أو في أي نبوات بليز ابعتلي أنا بتكلم عن نبوات بتتكلم عن هوية عن شخصية يسوع بتشوفها في الصفحات عبر آلاف السنين بأزمنة مختلفة ومتعددة بتوقيت مختلف أنبياء كثيرون كلهم اتحدثوا عن يسوع المسيح هذا لا يوجد في أي كتاب آخر ممكن واحد يطلع لي يقول لي عن المايانز وعن كتب اللي تكلمت يعني بعض الأشخاص اللي تكلموا نبوات لكن مش النبوات اللي بتحكي عنها الكتاب المقدس أو إذا في كتب ما تدعي كتب سوموية لا يوجد أي كتاب فيه نبوات وهذا اندل على شيء بدل على مصداقية الكتاب المقدس بدل على صحة الكتاب المقدس وبدل على تميز الكتاب المقدس فالكتاب متميز جدا وليه يا حبائي حبيت أركز على موضوع النبوات كدليل شوف الكتاب يتكلم في عبرانيين الصحاح الأول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه أي في يسوع المسيح كلمة الله وإحنا شرحنا كلمة ابن الله بحسب المفهوم المسيحي أو المفهوم اليهودي فأنت لا تفسرها ولا تترجمها بحسب كيف أنت تفهمها لأنه من الأول نحن لا نؤمن بيسوع يعني كتناسل جسدي ابن الله هو عبارة عن تناسل جسدي الله سبحانه تعالى يعني نام مع امرأة وخلف يسوع هذا مرفوض أساسا وأصلا ضد العقل وضد المنطق فإفهمها بالشرح المسيحي فبعد هذا كلمنا في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته فإذن الله كلمنا تتكلم بالآباء والأنبياء بطرق وبأنواع طريقة الكلام الشفهي الكلام المكتوب نبوات لا حصرة لها كلها تتكلم أو تتمحور حول هوية يسوع المسيح أحبائي هذه النبوات هي محددة مهدفة ليست تخمين ولا مجرد إن شاء الله رح تتم لا أنبياء اتكلموا وتمت نبوات وكان مرة شهادة في الكتاب المقدس مثل إلي النبي قالت المرأة علمته الآن أنك رجل الله وكلام الله فيك حق شافت فعل الكلمة النبي ميخة ميخة بن يملى في كان أربعمائة نبي كذاب فلما تكلم بكلمة الله ضد آخاب وأنه رح يموت قال آخاب حطوه في السجن وطعمه خبز القلة فقال له إذا أنت رجعت بكون الرب ما تكلم فيه ولا أنه كانوا يترددوا أو متردد لما كان الله بيكلمهم هكذا يقول الرب فإذا نبوات مهدفة نبوات محددة ليست تخمين ولا مجرد يعني محاولات بل كزبطة لا ما فيش في الكتاب وهي النبوات يعني الكتاب المقدس تلت الكتاب هو نبوات يعني بتتكلم عن نبوات كثيرة جدا تكلمت عن ملوك وحتى سمتها مثل كورش قبل ما يكون في مملكة مادي وفارس إشعياء اتنبأ عن مجيء كورش في إشعية 45 والآية الأولى ممالك اندثرت كل الممالك اللي كانت محيطة حول الأراضي المقدسة وكمان يعني مملكة يهوذة واسرائيل كل نبوات تمت والسبي الأشوري تم والسبي الباب اللي تم والرجوع من السبي تم وبناء الهيكل تم ثم تدمير الهيكل مرة تانية تم ونبوات دنيال تمت عن كل الممالك مملكة بابل مملكة فارس مملكة اليونان وانقسامها وبعدين مملكة الرومان وهكذا يعني بتشوف كلام كله تم بحذفيره لكن برضو احنا نحن نتحد عن نبوات مش بس ممالك لكن احنا الهدف تبعي انه تثبت فعلا سيادة الله وانه كل الكتاب بصير بخطة محكمة من التكوين الى سفر الرؤية بتشوف من التكوين سفر البدايات في سفر الرؤية سفر الاخرويات وطبعا مجيء المسيح ثانية وابتداء العصر المجيد يعني ارض جديدة سماء جديدة اورشاليم جديدة شعب جديد اسم جديد كل شيء رايح يتغير كله عم بتم كل محور الرسالة هو يسوع المسيح فاذا انه بوات احبا اثبتت انه الرسالة عم بتصير صح انه الله ساهر على كلمته ليجريها شيء تاني تثبت طبعا مش بس سيادة الله بالحقيقة تثبت لهوت المسيح مكتوب في روميا 1 4 او 3 4 انه المسيح جاء من نسل داود حسب الجسد وتعين ابن الله من جهة روح القداسة بقوة القيامة فهذا اللي تكلم عنه انه فعلا هو ابن داود او رب داود هو ابن الله يعني الله الظاهر في الجسد وهذا كله بسبب تتميم النبوات فبتأكد على لهوت المسيح هاي النبوات بتقود الانسان الى الحق بتكتشف انه فعلا انه الله حي الله موجود طبعا اللي مش عاوز يؤمن بوجود الله الملحدين او غير محدود هذا قصة تانية بس انا بتكلم عن ناس التي تؤمن بالله لما بتشوف في تتميم نبوات بهذا الكم بهذه الكمية يعني الكثيرة وبعصور وتواريخ يعني قديمة من الاف السنين داود تنبأ الف سنة قبل مجيء المسيح الشعياء تنبأ سبعمائة سنة قبل مجيء المسيح وانبياء كثيرون تنبأوا عن يسوع المسيح فاذا هاي نبوات اللي تنبأت عن الملوك والممالك وعن الرب يسوع المسيح كلها تمت لكن بالنسبة ليسوع المسيح اكدت مصداقية الكتاب وتميز الكتاب وانه هذا الكتاب هو كتاب روحي كتاب خلاصي مع انه المعلومات التاريخية او الجغرافية او حتى المعلومات العلمية الموجودة في الكتاب لا تناقض الكتاب بل الاكتشافات الحفرية والاركيولوجية وكل هذا الموضيع يعني صدقت على كلمة الله في الكتاب فاكتشفوا اكتشفوا هيرودوس قبر هيرودوس قيافة بيلاطوس واكتشفوا طبعا اماكن عديدة في الاراضي المقدسة وانما بتمشي بتشوف اثار هذه الرسائل اللي فعلا اكدت صحة الكتاب المقدس ولكن احبائي الكتاب المقدس ركز على يسوع في نبوات عديدة عن ميلاد الرب عن ولادة يسوع مثلا انه سيكون من نسل المرأة سيكون من نسل ابراهيم اسحاق ويعقوب وانه سيكون من صبت يهوذة يعني الابن الرابع ليعقوب وانه سيدعى المسيح وانه احبائي سيولد في بيت لحم وانه سيولد من عذراء وهكذا وانه سيكون الله معنا عما نؤيل ونبوات عديدة اللي بتتكلم عن يعني بتتكلم عن قتل اطفال بيت لحم عن الصراخ بتتكلم عن هربوا الى مصر ورجوعه من مصر بتتكلم عن حياة يسوع بتتكلم عن معجزات يسوع عن تعاليم يسوع المتميزة كلها موجودة بتتكلم عن آلام المسيح مزمور 22 بتتكلم عن صلب وقيامة يسوع المسيح بالحقيقة يوم الجمعة في يوم الصلب 34 نبوة تحققت في صلب المسيح لا تكسر عظامه سيطعن بالحربة سيقترعون على لباسه سيقول انا عطشان يسكون وخل سيقول الهي الهي لماذا تركتني سيقول قد اكمل نبوات كثيرة اتنبأت عن آلام وموت يسوع المسيح فاذا احبائي حتى المسيح بعد القيام وبخ عدم ايمان التلاميذ الاماكان ينبغي ان يكون يعني تم المكتوب وابتدى يشرح من الكتب وشو الكتب اللي بيشرحها هي التناخ اللي موجودة عند اليهود تناخ تورات نيفئيم اكتوفيم طوراء الانبياء الكتبات وهذا هو تقسيم العهد الجديد يعني اتكلم عن الطوراء عن موسى والانبياء والمزامير كلها اتحدست عن يسوع المسيح اما كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب ومرة تانية بيتحدى اليهود بقوله نفتشوا الكتب وبيقول انه موسى كتب عني طبعا نبوة موسى في تاثنية 18 طبعا هذا الموضوع يعني يحتاج الى ساعات من شرح النبوات العديدة في الظروف في الازمنة المتعددة والمختلفة كلها تمت في يسوع المسيح بشان هيك المسيحية بترتكز على تتميم النبوات وان القبر فارغ وان يسوع المسيح حي وهذا ما يميز المسيحية وهذا ما يميز المسيح الفريد وانا متأكد كما تحديت يعني في بداية حديثي انا عارف انك مش راح تقدر تجيب اي نبوة عن اي كتاب اخر اللي تثبت يعني الكلامك فاذا طالما في هذا الكم التميز يعني بعلم الاحتمال بتحتاج ارض مساحة مصر تعبيها اوراق على علو متر وتحط علامة على ورقة وتحط عصب على عين شخص وتقول له امشي في كل ارض مصر وحاول انك تجد هذه الورقة اللي عليها علامة في كل ارض مصر ما هو الاحتمال ان تجد هذه الورقة راح تقول لي مستحيل فكم بالحري اكثر من 300 نبوة تمت في شخص المسيح المبارك من اجل هذا يستحق ان اؤمن بالمسيح وفعلا امقضع حياتي للمسيح واسلم حياتي وقلبي ليسوع المسيح ربنا يباركك اشتركوا في القناة